ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله في آخر تطورات الوضع الميداني للقوات المسلحة الملكية أكد منتظى فارماروك المهتم بالقضايا العسكرية أنه لم يتم تسجيل أي تحرك معادي من طرف ميليشيات البوليساريو شرق الجدار العازل خلال 72 ساعة للأخيرة فيما دكت المدفعية الملكية مواقع حاولت المرتزقة تمركز بها شرق الجدار مخلفة عدة خسائر مادية وبشرية وأشار المنتدى أن ميليشيات البوليساريو قامت منذ طردها من معبر القرقارات بمحاولة فاشلة لاستفزاز القوات المسلحة الملكية المرابطة على طول الجدار الأمني خاصة بالمناطق الشمالية منه فيما لم يقترب أحد منها من منطقة القرقارات منذ الثالث عشر من نومبر المجيد حيث تعيش المنطقة على وقع حركة آمنة وسليسة وقف عليها قادة الأحزاب المغربية بالأمس وكذا أشغال لتطوير الطريق وتنمية المنطقة يضيف المنتدى كما أكد المنتدى أن بعض المصادر تشير إلى تكبد العدو خسائر مهمة نتيجة عدم تسهول القوات المسلحة الملكية لكافة المحاولات الاستفزازية وكذا محاولات تغيير الوضع القائمة شرق الجدار لتكوين قواعد متقدمة وبناء مستودعات للأسلحة حيث تم تدميرها بالكامل الأمر الذي دفع قيادة الميليشيات بالعاصمة الجزائرية بتوجيه أمر بالتراجع سواء شرق الجدار أو بالمخيمات حيث تم إلغاء حملتنا لتجيش الشباب من أجل الالتحاقهم بصفوف الميليشيات الإرهابية كما حدر المنتدى من أن عناصر من الشعب الجزائري العاملين لجهات أمنية بالكيان المجاور يحاولون ترويج أخبار عن قتل وجرح بصفوف القوات المسلحة الملكية عبر صفحات تدعي أنها مغربية كما تأسف أن بعض المواطنين يقومون بإعادة نشرها بكل ساداجة كما ذكر المنتدى أن نشر معلومة من هذا النوع التي تكتسي طابع الكذب والموجهة لزعزعة استقرار الوطن وإطارة الفتنة والمسي بالوحدة الوطنية هو فعل إجرام جنائي فإن المنتدى يدعو المواطنين لتحر المعلومة من المصادر الرسمية أو المواقع ذات المصداقية وأكد المنتدى في الأخير أن القوات المسلحة الملكية ستبقى بكافة أفرعها جنودا وضباط صف وضباط تحت القيادة العليا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القئيد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الدرع الحصين للوطن ومصدر الاستقرار المملكة وشوكة في حلق كل أعداء الأمة المغربية نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب